هذا وقد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعديلات قانون السجون تتضمن تغييرا في الشكل والمضمون كما أشادوا بدور مصر في مواجهة الهجرة غير المشروع تعديلات مهمة على هذا القانون اللي في رأينا كانت ملفتة للنظر باعتبارها أنها تعديلات جديدة فيها تغيير في الشكل وفي المحتوى شفنا تغيير في الألفاظ المعتدين عليها زي فكرة السجين المسجون أنه بقى نزيل السجن أنه بقى مركز أعداد وتأهيل وبالتالي وده طبعا صاحب مع الافتتاحات الرئاسية اللي شفناها أخيرا لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وشفنا حجم التطور الكبير اللي معمول فيها إحنا الفترة اللي جاية هنشاهد تطورات كتيرا في الملف ده ولكن أنا عايزة أؤكد وأنوه أنه مصر غير حاليا غير مصدرة بشكل من الأشكال للهجرة غير الشرعية بالعكس تم السيطرة عليها بشكل كبير